السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسأكم ربي بالخيرات والمسرات والبركات وأسعادني ربي وإياكم سعادة لا نشقى بعدها أبدا مرحبا بكم في النوادر نادرتنا في هذا اليوم أيها الأحبة هي عن قصة قرأته قديما هي من التراث الشعبي قد يكون إنما يكون واهما التراث الصيني وقد تكون هذه القصة وقعت أو لم تقع لك أنا قرأتها قديما ولا زالت عالقة في الذهن لما فيها من الطرافة وأيضا العظة والعبرة اسمعوا تقول القصة أن إمبراطورا في عهد من العهود القديمة والإمبراطور هو الملك عند الصينيين وعند اليابانيين وتلك الدول هناك كانوا يسمون الملك قديما عندهم الإمبراطور وأظن لا زال هذا عند اليابانيين لا زال عندهم الملك عندهم يسمونه الإمبراطور والحكومة يرأسها رئيس حكومة وكذا لكن لا زال عندهم مسمى الإمبراطور إلى الآن فتقول هذه القصة أن الإمبراطورا في عدد من العهود كان عقيما لا يولاد له ما عنده عيال عقيم فنظر يوم من الأيام فإذا سنه قد كبر ونظر فإذا ما ملكته هذه المترامية للأطراف إذا مات سوف تضيع سوف تندثر لأنه لا بد للإمبراطور قبل أن يموت أن يورث أو يكون له ولي للأهد يرث بعده الملك فماذا يصنع كما قلنا عقيم وأيضا ليس له أقارب ويخشى على هذه المملكة الكبيرة بناه وهو أجداده أن تضيع فاستشار الحكامات فخرجوا برأي وهم أنهم يهيئون شابا يكون من ورائه هو الإمبراطور لكن لا بد أن يربى من الصغر على الأخلاق وعلى آداب البرتوكولات حق الإمبراطورية وعلى بعض العلم لا بد أن يهيئ من جميع الجوانب وهذا يحتاج إلى تربية سنوات إذن لا بد أن يختارون واحد يكون عمره في العشر سنوات حوله حتى يبدأون في التعليم والتهية ليكون هو الإمبراطور القادم فأصدر الإمبراطور أمرا أن يجمع جميع أطفال الإمبراطورية ليتم اختيار أنسبهم ليكون هو الإمبراطور المرتقب وفعلا صدر الأمر وجمعوا الناس جميع الأطفال في مملكتي في ذلك اليوم واجتمعت الرعية في ذلك اليوم كل أتى بطفله يريد أن يفوز طفله أن يكون هو الإمبراطور المرتقب طبعا أمم جت فتم الفرز بعد الاشتراطات في الشكلية والأسلوب والتفكير والعاقل خرجوا بمجموعة من الأطفال هم الأنسب يكونون يقع اختيار الإمبراطور من بينهم يمكن حدود مئة تقريبا ثم أتوا بهم إلى الإمبراطور في عرش هجال سناك على كرسي ملكه وقد وضع أمامهم إناء فيه بذور بذور نباتات منوعة ثم قال الإمبراطور لهؤلاء الأطفال إن منكم من سيكون الإمبراطور القادم لكن حتى يتم الاختيار لابد من اختبار تخضعون له جميعا ما هو هذا الاختبار قال لهم كل واحد منكم سيأخذ من هذه البذور بذرة واحدة فقط ثم علي أن يقوم بزراعاتها في إناء ثم معاهدة بالسقية والاهتمام حتى العام القادم مثل هذا اليوم كل منكم بعدين بعد مئة سنة يأتي بنبتته فننظر ما هي النبتة الأنسب فسيتم اختيار الإمبراطور لنعلى تلك النبتة وفعلا كل واحد من هالأطفال تقدم ونقالوا بدرة خذ معاه كل واحد محافظ عليها البذرة الثمين أنه هي نواة الملك على قولته نواة أنه يكون غدا الإمبراطور وذهبوا كل واحد منهم وضعها في إناءه مع تربته مع سماده ثم أخذ يتعاهدونها سنة كاملة وبعد عام كامل بعد أن مضت تلك السنة وفي نفس اليوم ونفس الموعد ونفس المكان أتى أولئك الأطفال كل يحملوا إناءه قد خرجت نبتته من ذلك الإناء هذا قبره هذا ورده هذا شجره إلا واحد واحد أتى بإناءه لم ينبت فيه شيء فكان يمشي وهو كسير وسور خاطر طيق الصدر ينظر هذا الطفل إلى أقرانه كل واحد فرحان بالإناء نبتته طالعه وهذا ورده طالعه وهذا الشجره طالعه إلا هو إناءه لم تخرج منه نبتة وعيدة أبدا الإناء سنة كاملة يسقف ذا الإناء ولم ينبت أبدا ولم تنبت تلك النبتة فوقف الأطفال وجميعهم صفا واحدا كلهم يرفع إناءه يزهو وفخر يشوف نبتته أفضل من نبتة اللي جنبه كل واحد يشوف النبتة حقه الأجمل هللي بيقع عليها الاختيار هو بيكون الامبراطور إلا صاحبنا هذا إلا الولد هذا ينظر إليه ودمعته يا الله ما السكة لا تنزل كلهم أكيد الامبراطور واحد منهم هو قاعد بإناء وقف فاطمة في شيء بس جاء عشان موعد لازم يأتينا نتفقوا الامبراطور قد أمر لابد سنة كاملة ولا بدي يأتي فوقف ذلك الطفل وكلهم وقفوا فوقف الامبراطور ينظر إليهم جميعا ويمر على إنائهم جميعا يمر على إناء هذا ينظر إلى نبتة هذا نبتة هذا نبتة هذا حتى أتى إلى ذلك الطفل الذي ينظر إليه إلى إنائه لم ينبت في شيء الامبراطور إلى وجه الطفل ونظر إلى الإناء ثم ضحك ثم قبض الامبراطور على يد ذلك الطفل الذي لم تنبت نبتته ثم رفع عاليا وقال أيها الناس حيوا الامبراطور القادم تفاجأ الناس الأطفال كل من الموجود فاجأوا هذا الوحيد اللي لم يطلعت له نبتة كيف يصير الامبراطور ما نجح في الاختبار فقال الامبراطور لقد نجح في الاختبار كل البذور التي كانت في الإناء مطبوخة لا تنبت أبدا عرفتو ما تنبت كلها مطبوخة فكل واحد من الأطفال اللي شالها هو اللي يمكن أهله ساعده انتظر كم يوم شايفة ما طلعت فخاف رح بدلوها بنبتة ثانية ببذرة ثانية بذرة أخرى إلا هذا وأهله لم يبدلوا شيئا رضوا بالواقع لم يكذبوا لم يخدعوا لم يخونوا لم يغشوا فكان أهلا هذا الغلام أن يكون امبراطورا وكان أهلا أهله أن يقفوا معا لأنهم ما كذبوا ولا غشوا ولا دلسوا بل شجعوا في ابنهم الصدق والأمانة وكان ذلك الطفل صادقا أمينا ما خدع وما غش فهذا يثبت في البداية أن أهل أن يكون امبراطورا أما أولاك كلهم قد كذبوا وغشوا ودلسوا الفوعد عجيب في هذا القصة لكن بس نقض فائدة وحدة هي الصدق من جاء الصدق من جاء كما قال أكثر الصدق من جاء وأفضل من ما قال أكثر ما قاله الرسول والسلام إن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة فأصدقوا في حديثكم فأن الصدق يرفعكم في الدنيا والآخرة والله من صدق ولو كان في أشد الأزمات سوف يجعل المولى عز وجل له فرجا ومخرجها السلام